حدش هيحس باللي فيها اللي هيجي وهي عارفة إيه اللي فيها وجي ازاي وجي إمتا يعني أصلي برضو خلينا أقولك إنه يعني هي تروح تكرم تتكرم في لبنان وهي واكلة حق الناس أنا سيفها برضو تتكرم أنا سيفها تروح تتكرم في لبنان وهي متكرمتش؟ متكرمتش في لبنان؟ تكرمت؟ تكرمت بس هاللي حصل بها بتتكرم؟ لما وقعت فيفا عبدو ريحة تفضحنا في السعودية تفرق ما يقع إلى الشاطر سقوط فيفا عبدو بسبب تجربة انظار حرك السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا بزر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب على مية جول 14 برو ماكس وساحب على مية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة فيفا عبدو ريحة تفضحنا في السعودية تفرق كشفت الفنانة فيفي عبدو عن تعرضها لموقف غير متوقع خلال تواجدها بالرياض في المملكة العربية السعودية لحضور إحدى الفعالية الفنية ونشرت فيفي عبدو عبر حسابها في موقع تواصل اجتمعي انستجرام فيديو ظهرت بيه وهي جالسة على الأرض ممغرفتها بأحد الفنادق في حالة إرهاق بعد انتلاقي انظار حريق تجريبي وكتبت معلقة على الفيديو لما كنت في الرياض لمعرض أنا عربية في موسم الرياض الفندق الفندق كان عامل انظار حريق تجريبي وخلال طواري المبدأ وانا مو شفتش الوراء وهنادي منتي مالت ليشة انا افتكرت حريق بجد اسكوزمي بجد ما يقع على الشاطر ونشرت الفنانة فيفي عبدو فيديو طريف لها عبر حسابها الشخصية على الانستجرام وفي الفيديو كشفت انها تعرضت لموقف محرج في احد الفنادق التي تقيم فيها خلال تواجدها في الرياض بالمملكة العربية السعودية لحضور احد الفعاليات ما يعني الشاطر السقوط فيفي عبدو بسبب تجربة انظار حريق سقطت الفنانة فيفي عبدو بسبب تجربة انظار حريق في احد فناندق الرياض وعبر صفحتي على الانستجرام نشرت فيديو وهي تجلس على الارض وتتحدث مع ابنتي هندي قائلة الاوتيال ساب الوراء دي وانا مارت هاش ومن الخضة يقولوا اخلوا المبنى وعلقت على الفيديو قائلة لما كنت في الرياض مع ردان عربية الفندو كان عامل انظار حريق تجريبي وخلط ورن المبنى انا ما شفتش الوراء وهنادي بنتي مالك ليش انا افتكرت حريق بجد اسكوزمي بجد ما يعلى الشاطر فيفي عبدو رايحة تفضحنا في السعودية تفرق كشفت الفنانة فيفي عبدو عن تعرضها لموقف غير متوقع خلال تواجدها بالرياض في المملكة العربية السعودية لحضور احدى الفعالية الفنية ونشرت فيفي عبدو عبر حسابها في موقع تواصل اجتماعي انستجرام فيديو ظهرت به وهي جالسة على الارض ممغرفتها باحد الفنادق في حالة ارهاق بعد انتلاقي انظار حريق تجريبي وكتبت معلقة على الفيديو لما كنت في الرياض لمعرض انا عربية في موسم الرياض الفندق الفندق كان عامل انظار حريق تجريبي وخلال طواري المبدأ وانا ما شفتش الوراء وهنادي بنتي مالك ليش انا افتكرت حريق بجد اسكوزمي بجد ما يعلى الشاطر ونشرت الفنانة فيفي عبدو فيديو طريف لها عبر حسابها الشخصية على انستجرام وفي الفيديو كشفت انها تعرضت لموقف محرج في احد الفنادق التي تقيم فيها خلال تواجدها في الرياضة بالمملكة العربية السعودية لحضور احد الفعاليات ما يعلى الشاطر السقوط فيفي عبدو بسبب تجربة انظار حريق سقطت الفنانة فيفي عبدو بسبب تجربة انظار حريق في احد فنادق الرياض عبر صفحتي على انستجرام نشرت فيديو وهي تجلس على الارض وتتحدث مع ابنتي هندي قائلة الاوتيال سابي الورقة دي وانا مارتهاش ومن الخضة يقولوا اخلوا المبنى وعلقت على الفيديو قائلتا لما كنت في الرياضة مع ردان عربية الفندو كان عامل انظار حريق تجريبي وخلط ورد المبنى انا ما شفتش الورقة وهندي بنتي مالت ليش انا افتكرت حريق بجد اسكوزمي بجد ما يعلى الشاطر فيفا عبدو ريحة تفضحنا في السعودية تفرق كشفت الفنانة فيفي عبدو عن تعرضها لموقف غير متوقع خلال تواجدها بالرياض في المملكة العربية السعودية لحضور احدى الفعالية الفنية ونشرت فيفي عبدو عبر حسابها في موقع تواصل اجتماعي انستجرام فيديو ظهرت بيه وهي جالسة على الارض ممغرفتها باحد الفنادق في حالة ارهاق بعد انتلاقي انظار حريق تجريبي وكتبت معلقة على الفيديو لما كنت في الرياض لمعرض انا عربية في موسم الرياض الفندو الفندو كان عامل انظار حريق تجريبي وخلال الطوارئ المبدأ وانا مو شفتش الوراء وهنادي منتي ماليت ليشا انا افتكرت حريق بجد اسكوزمي بجد ما يقع على الشاطر ونشرت الفنانة فيفي عبدو فيديو طريف لها عبر حسابها الشخصي على الانستجرام وفي الفيديو كشفت انها تعرضت لموقف محرج في احد الفنادق التي تقيم فيها خلال تواجدها في الرياض بالمملكة العربية السعودية لحضور احدى الفعاليات ما يععى للشاطر السقوط فيفي عبدو بسبب تجربة انظار حريق سقطت الفنانة فيفي عبدو بسبب تجربة انظار حريق في احد فنادق الرياض عبر صفحتي على الانستجرام نشرت فيديو وهي تجلس على الارض وتتحدث مع ابنتي هندي قائلة الاوتيال سابل وراء دي وانا مارت هاش ومن الخضة يقول اخلوا المبنى وعلقت على الفيديو قائلة لما كنت في الرياض لمعرض انا عربية نعمل انظار حريق تجريبي وخلط ورد المبنى انا ما شفتش الوراء وهنادي بنتي مالك ليش انا افتكرت حريق بجد اسكوزمي بجد ما يعلى الشاطر فيفي عبدو رايحة تفضحنا في السعودية تفرق كشفت الفنانة فيفي عبدو عن تعروضها لموقف غير متوقع خلال تواجدها بالرياض في المملكة العربية السعودية لحضور احدى الفعالية الفنية ونشرت فيفي عبدو عبر حسابها في موقع تواصل اجتماعي انستجرام فيديو ظهرت بي وهي جالسة على الارض ممغرفتها باحد الفنادق في حالة ارهاق بعد انتلاقي انظار حريق تجريبي وكتبت معلقة على الفيديو لما كنت في الرياض لمعرض انا عربية في موسم الرياض الفندق الفندق كان عامل انظار حريق تجريبي وخلال طواري المبدأ وانا ما شفتش الوراء وهنادي بنتي مالك ليش انا افتكرت حريق بجد اسكوزمي بجد ما يقع على الشاطر ونشرت الفنانة فيفي عبدو فيديو طريف لها عبر حسابها الشخصية على انستجرام وفي الفيديو كشفت انها تعرضت لموقف محرج في احد الفنادق التي تقيم فيها خلال تواجدها في الرياضة بالمملكة العربية السعودية لحضور احدى الفعاليات ما يعني الشاطر السقوط فيفي عبدو بسبب تجربة انظار حريق سقطت الفنانة فيفي عبدو بسبب تجربة انظار حريق في احد فناندق الرياض وعبر صفحتي على انستجرام نشرت فيديو وهي تجلس على الارض وتتحدث مع ابنتي هندي قائلة الاوتيال ساب الوراء دي وانا ما ارتهاش ومن الخضة يقولوا اخلوا المبنى وعلقت على الفيديو قائلة لما كنت في الرياض معردان عربية الفندو كان عامل انظار حريق تجريبي وخلط ورد المبنى انا ما شفتش الوراء وهنادي بنتي مالك ليش انا افتكرت حريق بقد اسكوزمي بقد ما يعلى الشاطر فيفي عبدو رايحة تفضحنا في السعودية تفرق كشفت الفنانة فيفي عبدو عن تعرضها لموقف غير متوقع خلال تواجدها بالرياض في المملكة العربية السعودية لحضور احدى الفعالية الفنية ونشرت فيفي عبدو عبر حسابها في موقع تواصل اجتمعي انستجرام فيديو ظهرت بي وهي جالسة على الارض من غرفتها باحد الفنادق في حالة ارهاق والان عزيزان مشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤال واتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات هل سيرحل محمد الشناوي عن الاهلي لا تنسوا ان تشاركونا بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة